من جديد في هذه السنة حتى يكون التواصل والشيء الأكيد أن التواصل موجود دائما في الأرواح والقلوب وفي ما بيننا فيها بين مطارنا القارب حتى عن مردين فهي سنة مرد لحلمها ومرها وفقدنا من فقدنا رحمهم الطار ومن مرضوا منا أي ما شفهم الله ولكن حياة مستمرة وهذه الفرصة لعلها هي والأكيد أنها فرصة طيبة ورطاء يعني روحاني ورباني حتى تكون فرصة للدعاء والتضرع إلى المولى سبحانه وتعالى في حضرة الخليفة والجمع الكريم لعل ربنا سبحانه وتعالى يرفع عن هذا البلاء والبالي شرح في أبيت يذكرها الشيخ سيد العربي بن سيح رضي الله عنه ورضي عن شيخنا أكبر رضي سيد الحمد الشاني رضي الله عنه وسيد الحجري رضي الله عنه نادحا سيد الخلق أجمعين يقول أيا رسول الله عنه يا بيث العباد يا شفيع الخلق في يوم المعاد يا أمين الله يا قطب النهار يا صفي الله بحر الرشاة يا مغال الحق يا شمس الضحى يا ممد الكون يا أقوى سند فاللهم أجعل هذه الأبيات شفاعة به صلى الله عليه وسلم حتى يرفع أن الله هذا الفاء والبلاء وتعوم الرحمة والأمان بينه وبينه كافة البشرية في هذا الكون مثل ما قلبت عليه الزاوية على اللقاء هذا السلوين حتى يضم الأحزاب الوافدين من كل الولايات بلقاء والتكرم بلقاء شيخنا وولانا سيد محمد الحجري رضي الله عنه أيضا هذا العام كان استثنائي أو بشكل خاص ولكن حتى لا تمنع أو لا تحول دون لقاء وتجديد العهد وتجديد الأواسل المحبة بالخليفة رضي الله عنهم فكان التظيم وإن كان يحضر ممثلين عن هذه المناسب أو النواحي حتى يكونوا أيضا هم ممثلين ويكون بمثابة حضور حتى الغائبين أيضا اللهم بلق مقصد كل من القادمة هذا الزيارة المباركة وتقبل الله منها وإنكم تجمعين إذن دون إطالة فيه كلمتين تقدم باسم الوفود باسم الوفود القادمة من منطقة القليبة وحبا وما جوارها وفيه كلمة أيضا تقدم باسم الوفود القادمة من باقي الولايات كل من القناة ما ذكرنا هو التقلت والدعبير العالة ترتبسة وباقي ملايات الأخرى فأحيط الكلمة إلى الإيمان مسجد في كل دربيبة السيد عبد المعبوث حتى يتقدم بكلمة باسم الوفود القادمة من منطقة البيبة وما جوارها ومشهر الحمد لله الحمد لله الكريم الوهاد الذي أنزل على عدده الكتاب وجعله يهدي للأجهي أقوى ويهديه للصواب نحمده ونشكره وكفر خير الله وطاب ونحمده على من يسر من إقاء أحباب زيارة الأقطاب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لأشرك له شهادة نفوز بها يوم المرجع والمآب ونشهد أن سيدنا مولانا محمد العبد ورسوله والسيد الأبوار الذي جعا إلى مكان الأخلاق والآداء صلى الله عليه وسلم وعلى آله والأصحاب ورسول الله تعالى عن سيدنا أبي العباس طيب الأنفاس ذفي نفاس أحمد بن محمد التجاني صلى الله عليه وسلم وإنجاكم من طحنه بأسعد الأواني وعن خليفته ومن نحن في زاويته وحيدته سيد أبي الحسن أبي الحسن علي بن عيسى التماسين ما بإضاف عنه وعن كان في دادرته وأهل موجته من قريف مشارق الأرض ومغاربها وبعده فنسعدنا أن نحل في هذا اليوم المبارك كعادة أسلاف الأرض الشهري في مطلع موسم الربيع بهذه الرحاب وأن ننزل بهذه الأعتاب في هذه الدار التي أسسها وسكنها الأخيار نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهم في هذه الدار وفي تلك الدار ويسعد ويجدر بي أن نذكر ما كان ينشده من كان ينشده القطب بدي بن سدينة خليفة سيدي محمد الحافظ عند رياء عند زيارته لقبله وهو يقول يساكن يا صاحب الروض التي حشوها من نافع العلم والتقاو العفافي يا صاحب الروض التي حشوها من نافع العلم والتقاو العفافي نحن بالبام واقفون نرجي نفحة منكم من ليل العوافي بين أهل وصاحب ومحبه وقفوا من جنابكم اكتنافي قد حملنا متاعنا من بعيد نحوكم والركاب غير خفافي ونزلنا بسحة الروض ضيفا إن في القبر مكرم الأضياف وقبلنا عقبنا الضريح قريبا إن فيه مبطأ الأكناف أنت ضيف الكريم من كان ضيفا لكريم يضيف خيرا ضافي لطلوب تغتميكم بغلوبه ولحسب الجسوم قدر الكفافي إن من أسعف الخليل لباقي وجدير لكثرة الإسعافي قد أمننا من الشرور وقد أمننا من الشرور جميعا وظفرنا بكل خير ضافي وعلونا منازل من صرفنا إذ نزلنا بساحة الأشراف وكذلك قول سيد العربي من سيح حين يتوجه لا ضريحم ولا نشيخ وهو يقول أتيتك يا ابن سالم من بضع من بعد أرض في نوالك أرغب إن الكريم إذا أدم بقرية ضيف يعجل بالقراءة ويرحب آل الكرام عليكم جملة حسبة أن الضعيف على الكرام محمول أجئت منكسرا لنحو حيكم أرجو القمول فقولوا أنت مقبول سيدنا مولانا الخليفة سيد محمد العيد أمدكم الله في بسم الشي مبارك الله بحيكم وفي مساعيكم وحفظكم ورعاكم ومن كل سوء الوقاء فهو وفد دائرة رقيبة لكل ضواحيها بما يتم ممثلها في ممثلكم المقدمين وخواه وخاصة الاجتماعي من القيبرة والحمراية والفولية والغفة والقبل بسق وضواحيها الشمقية والعوائشة والعرف وكلهم قد جاءوا في هذا اليوم السعيد المبارك للغيا بكم وإن هذا الموسم الكريم الموسم رجب هو شهر للرحلات المقدسة وللقاءات الكبرى المعظم فإن في هذا الشهر كانت الرحلة العظيمة لسيدنا رسول الله السبب بللقائه بربه ولقائه بالأولياء والأصلياء الذين سبقوا بالأرض وفي السماء فنسأل الله أن يكون لنا الحق الوافر من هذه الزيارات ومن هذه الرحلات ومن هذه اللقاءات فهو هم جاءوا وهم يقولون لكم هل نحن نقدموا عرقون المحبة والوفاء والولاء والصفاء لجنابكم داعين الله سبحانه وتعالى نبارك في أنفاسكم وأن يمد الجميع منكم كل السحة والعافية وإننا إبنات لهذه المقامات الطاهرة وهذه الرحابات الصالحة التي سكنها الصالحون متزاورين في الله لا لغرض آخر سواه متزاورين في الله نسأله تعالى من يجعلنا ممن استوجب ما جاء في الحديث القدس حقت محبتي للمتزاورين فيه وجبت محبتي للمتزاورين فيه وما جئنا في هذه السيارة إلا لأجل أن نحوز إن شاء الله هذا الخير وإن هذه الرحابة الطاهرة الرحاب الصالحين إذا جاءها الإنسان ينبغي لهم بعدما يأتيها بنية صالحة وبعدما يأتيها بصفاء وصدق أن ينبث فيها ساعة لعل الله أن يعطينا مما أعطى هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام في رحلته في شهر رجل في غزوة تبوك لما مر من ذيال ثموت قال خمروا وجوهكم وأسرعوا وابكوا فإن لم تركوا فتباكوا فإن لا يصيبكم الله مما أصدقوا فهذا في ديال المسخطين عياذا بالله وكذلك في ديال السالحين إذا مردتم بها ففرحوا واستبشروا وانبسطوا وارتعوا فإن لها رياض الجنة لعل الله أن يصيبكم مما أصدقوا من الرحمة من الجامة تلك التوجهات ومن ذلك من الصدق ومن ذلك من الصفا والنقاء الذي تلقوه تلقاهم أولاد الشمسين رضي الله وعند عن شيخه سيد أحمد الجاني والشيخ سيد أحمد الجاني تلقاه عن حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدبه ربهم وأحسنتهم فالمقصود كلهم من هذا هو وجه الله سبحانه وتعالى فإن هذه الرحال تؤتى في هذا الموسم موسم التذكير وموسم التأبير لأجل أن نذكر نذكرها وأن ترتبع نفوسنا من الغطن لأجل أن تزدوى النفوس لأجل أن تصدوى القلوب لأجل أن تستنير العلوع العقول فإنه اللقاح وقد قالوا لقاح الأحباب لقاح الألباب مرتبطين بالشعار الذي أسسه صاحب هذا المقام بقوله اللوحة وهو ارتباط بكلام الله وكتاب الله فإن قافل تسيرنا إلى الله كما كان يرشد أهله وأصحابه لأن يكون في رأس القاترة المصحف وكتب الحديث حتى ينتبه كل عاقل وغافل وسغير وتبير بأن المقتدى به والملجأ عليه كلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ما سواه من الكلام والأخبار قد يدخلها ما يدخلها من العنل والدخل ولكن الذي ذنبنا الله عسمته هو كتابه المبين وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إِنَّا نَنْزَلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِهُمْ فإنَّا لَنَاتِي لَأَجْلِ أَمْ نَتَوَاصَى باللوحة التي أرشدنا إليها وهو العلم فإنه إذا غاب العلم رقصت الخرافة فإنه إذا غاب العلم رقصت الخرافة لذلك جعل الشيخ الغربان في كل ما نقل عنه وقال فقال إذا سمعتم عنه شيئا فازنوه بزام الشرق فإن وافق فخذوه وإن لفضرنوه به عرض الحق حتى لا يزايد أحد علينا فحين صحبة الشيخ رضي الله عنه لأجل الارتباط بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختصرها صاحب هذا النقام لأنه أحسن من أحسن الخلافة بعد الشيخ سيد أحمد تجابه رضي الله عنه وحازها ثلاثين كاملة وقد قال الخلافة وقد جاء في الحديث الخلافة بعد ثلاثون فقد حازها اختلافة كاملة كاملة فقال لنا مختصرا هذا النعنى اللوحة ثم قال لنا أسبيحة بالعمل والاجتهاد ونتواصل أن نخلص في أعمالنا وأن نصدق في التصلاح وفي النفع وعملهم وعمل خلفائه واضحا في البليان وفي العمار وفي الحسين وفي الزراعة وفي الفلاحة كل هذا لنفع خط بنية صالحة ثم قال لنا أسبيحة وهو ارتباطنا ارتباطنا بالذكر وارتباطنا بالطاعة وارتباطنا بالعبادة العلم هو البداية والعمل ثم ثم العبادة فإن مقام الإحسان هو الزبدة بالشريعة ولا يمكن أن تكون زبدة ما لم يكن حليل لا يمكن أن تكون زبدة فالشريعة هي الحليل بالصاف الفطر والرياضة التي نعملها من ضاعات وعبادات واجتهاد في الإعمال والإصلاح هي الطريقة هي الحق هو المخل فإذا عملتم علمتم عملتم بعلم وأخلصتم في هذا العمل فسوف تجهدون الإحسان أن تعبد الله كأنك تراح وهو الذي من أجله نحن ناتي لهذا المطار لأجل أن نشاهد النماذج الراقب لأجل أن نشاهد النماذج الواعية لأجل أن نشاهد النماذج المنورة التي أحسنت والتي أخلصت في معاملة الحق وفي معاملة الخام والكلام يقول في هذا المطار ولكن نجدد عليكم التحايا والسلام وخصوصا ممن لم يحضروا سيدنا في هذا العام وذلك أنه حبسهم العذر وقد قال عليه الصلاة والسلام للذين تخلفوا يوم الجموك في تلك الغزوة الشاقة قال لهم إن بالمدينة أناسا ما قطعنا وادنا ولا سرنا مسيرا ولا نزلنا منزلا ولا أنفقنا من نفقا إلا وهم معا قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله قال نعم حبسهم عذر فأولئك الذين يعني نظر توجيهاتكم وإرشاداتكم متفهمين سيدنا توجيهاتكم في هذه الظروف الخاصة فإنهم يبلغونكم أعلى معاني وأعلى التحايا ويحببون مع التحايا الأشواق ولا ولا تنسوهم من صالح دعائكم بحضرتكم الشريفة المنيفة ونسأل الله تعالى يجعل هذا يعود علينا في كل عام ونسألهم بعاء أمان وعافية والصحة والسلام وليحفظ وليحفظ بلادنا الجزائر صلى الله عليه وسلم وقالنا وقالنا والحمد لله وقالنا ونسألهم ونسألهم شكرا للمشاهدة 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 فيوفقه بين يديه ولي كامل من أولياء الله تعالى وارث كامل لجده صلوات ربي والسلام عليهم النظر في محيا وكريم نحيي القلوب أنظر ترى الشمس النبوة أشرقت من نور جبينه البهي الأمجد كل المشائخ ألبسوا حلل البهاء لكن سماهم بالجمال الأحمد رضي الله عنكم سيدي وارثاكم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يسمعه ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مولاي الخليفة أيها الأحباب إنهم ليعانقون سرور كبير وفرح عظيم في هذا اللقاء المبارك الذي ننتهزه فرصة سالحة نجدد فيه محبتنا وعهدنا وصلتنا الروحية والفكرية لدار سيدنا ومولانا الإمام سيد الحاج عن التمثيل رضي الله عنه مؤكدنا ولاءنا لهذه الطريقة الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنفية التجانية التي ارتضيناها لأنفسنا منهجا رشيدا للحياة الروحية وانطلاقا من قناعتنا الرسخة وإمانا منا بأن المنهج الذي أرساه شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا ومولانا سيد أبو العباس أحمد بن محمد الجامي رضي الله عنه هو السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات الرهنة والأزمات المسمنة التي تعاني منها أمتنا هذا المنهج الذي كان رمزا من رموز الإصلاح والتجديد والدعوة إلى رب العالمين بالحكمة والموعدة الحسنة مع التمسك الجام والالتزام الصارم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا جاءت طريقاته رضي الله عنه مشهيدة على الكتاب والسلة فكانت إرشاداته للأطلاء وتوجيهاته لهم كلها إشارات إلى آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجيء ذلك في بعض الأحيان تصريحا كما يجيء في الأحيان الأخرى تلويحا وقد كانت هذه الإرشادات ذات جوانب متعددة يمكن أن نجملها فيما يليه فيها ما يتعلق بالحف على الإقبال على الله تعالى وإصلاح الخلب بمداومة الأذكار وإقامة الفراعي والإكثار من نوافل الخيرات وفيها ما يتعلق بالحف على مكان من الأخلاق ومحاسن الشيء والوفاء بحقوق المسلمين وتخوية الروابط بينهم وفيها ما يتعلق بتحر الحلال في المأكل والنلبس والمسخل واجتنام محرمات العقود والمعاملات مولايا الخليفة أيها الأحباب نحمد الله تعالى الذي أكرمنا أن كنا على مذهب الإمام أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى التصوف السمي الصحيح بتجديد ومدد شيخنا سيد ومولانا سيدي أبن عباس أحمد بن محمد التجاري رضي الله عنه ومشرب الإمام القطبة مولانا التماثيلي رضي الله عنه ومن هذه المنطلقات لا بد أن نشعر نحن أهل الطريقة التجانية بجسامة مسؤوليتنا فنكون أحسن السفراء لهذا المنهج القويم وأن نجسد ذلك في واقعنا فيما بيننا وأن نجسده مع الآخرين فيما كانوا وبذلك نكون قد فهمنا عن مشايخنا وعن أسلافنا مرادهم من الزيارة حالا ومقالا زمانا ومكانا ولنلازم الحمدهات الطائفة الصالحة التي هيأ الله لها قادة صالحين مصرحين أيها الجمع الكريم لا يفوتني أن أتقدم بخالص مشاعر المحبة والاعتزاز وأصدق آية الشكر والتقدير والانتنان إلى اللجنة التحذيرية وفي إطار البرنامج المستطر من طرف مولانا الخليفة الشيخ سيدي محمد العيد التجامي رضي الله عنه وأيده الله من نصر على تلك الجهود التحديسية التي بدلوها على إنجاح معانيات هذه الزيارة السنوية وتحت مباركة مولانا الخليفة حفظه الله ورعاه وزدد الفطاة وقواه على حمل أعباء هذه الطريقة وفي النهاية هذه الكلمة نسأل الله الكريم بجاه نبيه العظيم عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم أن يحفظه ويحفظه بما حقظ به الذكر الحكيم شيخنا وسيدنا وكهفنا وملالنا وقرة عيوننا خليفة السجادة التماثينية الدكتور سيدي محمد العيد التجاني التماثيني وتجمل اللهم عليه بجميل سفاتك وبهاء نعوتك وبركة أسمائك اللهم احفظه بحفك وانعاه برعايتك واكلأه بعنايتك واجعله في لطفك يا ذا الجلال والإكرام وبارك الله لنا في عمره وجازه اللهم عنا خير الجزاء وحقق اللهم رجاءنا فيه ورجاءه فينا برحمتك يا أرحم الراحمين أقربتنا إلى ربنا بالفروس بين يديه وزينتنا يا ربنا بالامتساب إليه وشرفتنا في هذه الساعة المباركة بالنظر إليه اللهم كما جمعتنا به في الدنيا لا تفرق بيننا وبينه في دار كرامتك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل لنا حقا في قلبه اللهم اجعلنا كما يخب حتى ندخل السرور على قلبه الشريف وأجهزه اللهم عنا أفضل ما هو أهله اللهم إلا نسألك أن تديم على بلدنا الجزاء الخاصة وعلى بلاد المسلمين عامة أن تديم نعمة الاتحاد والأمن والازدعام والعز والرخاء والاستفرار لفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وجزاكم الله أن نكون خير سلام عليكم ورحمة الله جزيزي PARMU وكرم فقاظكم في هذا المسعى الكريم وإنما حرق الله سبحانه وتعالى في هذا الثوم كل شيء بمصداده وبحكمة هو ابتغاء ولعل هذا وإن كان هذا الفلاء والورداء أيضا علينا بسيئاته وإيجابياته وإنما هو الحكمة الابتغاء سبحانه وتعالى ومن مظاهر أو أشكال هذه الحكمة إن كنا نحتاج إلى من هذا الحال هو البحث وعدم التواصل إن كانت بفترة قويلة باعتنا بين الأحباب وبين اللقاء بين الأهل والأقارب والأصدقاء في الأقارب وإنما هي الحكمة أيضا ابتغاء نور سبحانه وتعالى في الشوق وفي إشعال نور هذه النقاط المتجدد يعني بعد خراق طويل بين الأحباب وهو كذلك الشوق سيدنا إليكم في هذا اللقاء الطيب من الوفود الكرام محبة وودة مثلما احتدنا عليه في كل حال ومقاب فحازت في نقوثنا فعلا يعني فراغنا بعدم إثمام السيارة في السيارة الماضية ولكن سبحانه وتعالى تكرم علينا وهو ذو الفضل منير في اللقاء والشوف من جديد في زيادة هذه المحبة والودة بين المحباب والحب والبدد إليكم وإلى رقياكم أيضا فأتصرف بكلفة لكم سيدي في هذا المقام المفيد وهو الفاتحة والدراحة أيضا جزء مبارك وغاية الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم في البداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومن خلالكم إلى الآخرين إلى أحبابنا في جميع المنات لعلنا أو في البداية استسمحكم استسمح الأحباب على هذا النقاء ورمز من المحباب والخوة ورمز من الزيارة لأن الزيارة السنوية كانت تقام في كل سنة في نفس هذا المكان إلا أن عدة مناطق لم يسعدها الحظ من السنة الماضية أن نلتقي ومع الظروف الصحية وظروف الوبائية كادت أن لا تكون هذه الزيارة إلا أن رتأينا مع الطرف العميق والقوي من طرف الأحباب كله في كل مكان على الزيارة وعلى اللقاء بالشيخ واللقاء في بعضهم بعض حتى يجددنا المحبة لله فيما بينه وبيننا وبين الجميع رتأينا أن نأخذ هذه السنة على الأقل رمزيا لهذه الزيارة عيضنا القديم أو العياء أو بعض الأشخاص لديهم فعاليات في المجتمع للشباب أو غيرهم ومن خلال التواصل الاجتماعي مباشرة نلتقي بالأهالي وبالشباب وبالغائبين على هذا المجلس كما قال أن راهم معنا يعني محسوبين علينا ونحن محسوبين عليهم ورانا متواصلين معهم في كل حين وبالوقت يعني مباشرة إذن باستعمال التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره وزوم وغيره هنا أنتم متقابلين بعضنا بعضنا بعض ونتكلموا بعضنا بعض وإن شاء الله نزيدوا لها الفترة أخرى حتى نقولوا التواصل لنا مباشرة كالإمكانيات لأن نمشونها درجة درجة إذن الحمد لله على هذه الزيارة الحمد لله على هذا التواصل عبر الزمن كما بدأ به من عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا المسلمين يتواصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم من زيارته على الأقل كل عام مرة ومعنى انتقلت مع الخلفاء الراشدين وثم التابعين التابعين إلى ما شيخنا إلى يومنا هذا إذن الحمد لله على هذا التواصل الميمون إن شاء الله إلا هذه التواصل لحبنا في تلاقنا فيما بعضنا نتوجه لله سبحانه وتعالى عن طريق هذه السلاسل الكريمة الذهبية التي أتنا بها الله سبحانه وتعالى وأسندنا بها فلنحمة الله على النعمة التي أنعمل الله بها فهذا اللقاءات الطيبة لأنها كانت لوجه الله خالصة والحمد لله حتى الغائبين وقلوبهم معنا وهنا يشوفوا فينا ونشوفوا مباشرة وإن شاء الله ستكون زيارات أخرى إن شاء الله بعد رقعة هذا الوباء أو البلاء يعني علينا ولا لك إلا أن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى علينا بالخبور عليها والصبر وخاصة الصبر فأتعام هوجة العام الثاني إن شاء الله نظلم أن الله سبحانه وتعالى أن يهفت علينا هذه اللهيجة ويعطينا الفرصة لنجاقل بعضا بعضا إن شاء الله من قليل إلا أن حتى ولا كون وباب عدنا لبعض وزاد الفرقة التي يقعد إلا أن لابد أكرم على الله مش أشياء كثيرة علينا نتذكر عنها أكشرت جاءت للمحب مكان شبات وليكن تواصل تجماع بالصورة والكلمات مشات ومشات وخارج الوطن وزاد وسعت الدائرة ولو ضاق علينا بعد الزيانة بالأجزال إلا أن زاد وسعت أكثر بعثا رمضان منع من الترويح إلا أن كرم الله سبحان وعند أرجع ديان كلها مسجن أغلب الناس كل صلت ديان مع أهلها ورجعت الدفئ للعائلات لكانوا متشتتين أو لاهيين في الأمور الأخرى يعني لذلك ما بالأب والأوالدين والأبناء إلا أن في رمضان زاد دفئ وولوا وذب بعضهم ويصلوا بعضهم ويتفقدوا بعضهم يعني وينصحوا بعضهم وعاد الأسرة عاد تهزت يعني نوعا ما وزاد قوت هذا من كرم الله سبحان وعند بفضل كورونا يعني وإلى آخرين وصلنا العين في ديارنا ومتواصلنا بذول ذكا يعني عبر الوسائل يعني حتى حاجة مفاتتنا يعني بل ولتعدنا المعلومات على الآخرين عليكم وعلى الآخرين في كل حين والحمد لله ولهذا يعني ربي دائما حني كريم مهما كان صفات ولكن لازم نتفكر الخير لعطاهونا من خلال أي شيء إلا لازم نحمد وربي نشكره على أي حال والحال الله سبحانه وتعالى ما يجري من وراه إلا الخير إذا كان شر من شر أنفسنا أو كل الخير من عند الله سبحانه وتعالى علينا بالشكر والحمد يارب وسيارة هذه محطة تجديد رب يخلق تجديد في كل حين في كل سنة في كل شهر في كل أسبوع وفي كل وقت وها أنا نحن وشاء الله في كل زمان رأنا مع بعض ما بعض ولله الحمد وشكر هذا أصل بالزيارة إلا أن التسارع الزمن وتحديث العلاقات التواصل وعلى سبح تن زين وطلاق وأكثر وأكثر ولله الحمد وشكر ولا ننسوا ولا ننسوا يعني مرذانا التي حالت منه الأمر لله هذاك رب يشفيهم ويرفع عليهم ويرفع عليهم وإن شاء الله ويطلقوا بهم في سعية طيبة إن شاء الله ويطلبوا وشقاهم وفي كل جيش كيف ستلاقت لله وإن شاء الله رب يطلقوا فيهم عن قريب إن شاء الله في حسن الأحوال أما موتنا رب يرحمهم إن شاء الله برحمة الواسع وإسكننا في الفاسيح جنانة ويجعلهم معنميين إن شاء الله والسيدين وجميع الخير إن شاء الله في الجنة إن شاء الله أما أحبت نرجع شوية للتواصل الاجتماعي تطور في الدنيا هذه الدنيا تطور علينا نحن نطور معها شوية لن نخيبوش لن ننسوش بعضانا من التنظيم ونحن إن شاء الله بهذه نشوف فيها كما تشوفوا الوسائل التي يستبع سيارات سيارات وإننا نجو في ساعة في ساعة تلاقو إذا كان حاجة كبيرة درنا التليفون لن نعرف الخبار بتاعنا ونعرف ما وعيد ونريد لك وزادلنا هال التواصل إلا أن في اللول هال الفيسبوك تواصلتي مع الناس لا يعرفون كيف تستخدموا وبدأت تسد بعضها وبدأت دخل الشوشرة وبدأت النطاع ببعضها إلا أن نزيل لأن نقول في بداية الكورونا رب يسمح لنا رب يعطينا هال الفكرة هال التواصل جميع وننورنا وننورنا قلوبنا وننورنا مع الأكاديميين والعلماء في جميع العالم لأن تلكم هالأمور والوباء الكورونا زادوا السعر ولهذا شرعنا كما في رمضان مثلا مع هذا التواصل مع جميع العلماء في العالم يعني في المغاربة أو المصاربة أو السوريين أو الأفارقة أو الأوروبيين كنا نتواصل كل ليلة في رمضان في المحاضرات بتاعهم والاستماع إليهم ويستمع إلينا وزادت إلى الرقعة الوسعة بالعلم والتنوير والتوجيه إلى الخير أكثر وأكثر بعد توصلت كم من رمضان وإلى آخر زدنا ثاني درنا واحدة غرفة افتراضية يعني كل جاعدة كما هذا مي ولكتي كل واحد في بلاد وكل واحد يريد أن نشاغل ما هو أمور وما هو الدنيا ما هي الحواجة المليحة ولا مليحة وماذا نعالجوها وكماش النظر إليها بخلنا على كتاب الله رسولة رسول الله وبعد رحلنا لللغة العربية يعني حابين نزيد نطورها أكثر ونعطورها تركيز أكثر لأنها لغة القرآن يعني أكثر ليس لغة القرآن ليس لغة القرآن ليس لنبدأ نطور لكن الأهمية التي فيها هذه اللغة لماذا اخترناها بالذات هي بما أن الرسالة المحمدية رسالة الله هو القرآن الكريم للمجميع البشرية ككلها عطاها في الآخر إلا باللغة العربية حقا لماذا رأينا 14 قرنوا ما فوق لليوم القرآن مقام محفوظ بلغة العرب أي بالعربية ولهذا بعد المفكرين أو المؤسسات العالمية الكبرى وتوصلت مهن ذكا أمريكان وأنجليز فرنسيس والوشدير بعد الخدمة تاهم أو بعد الاجتماعات تاهم لا بد يعاد يوفقوها كلها بالعربية حتى شافوا هذه رسالة للأجيال المبعد شافوا اللغات تاهم كل عام تطور تبدل كلمات نحو يسعى معين تنقص وإذا الأجيال يتجي عبر على ذكم مع شفهم اللغة لك يكون أسلام إلا أن العربية هي ذات ذات ذكا قامت بالقرآن الكريم هي لحافظة المحتوى أو القرآن لحافظ عليها وكلام الله إذن كان العربية هي المحافظة على الرسائل الرسائل إذن وإذن وإذن المنتقرحات متاحهم وخدمات كتبوها العربية ويدسوها للأرشيف للأجيال القادمة حتى تلحق لهم الأخبار الأولين تلحق لهم حقيقية كما كان رأيه الحمد لله لأن أنعمنا ب هذه اللغة القرآن ويجب لغة القرآن وعند وصلنا إلى التنمية المستدامة التنمية المستدامة هو كيف الإنسان يعمل وكيف يطوره وكيف يجيب الثروات وكيف يخدم ويرتقي إلى أعلى وإذا يجب شب المحافظة يجعل ما يلزم الأجيال قادمة لا يتاهم ويحافظ ظل معلها وهذه مسلمين من القرآن مسلمين يخرجون خمع الأبناء ويخمع هذا بعد ما قدرنا التنمية المستدامة ورحنا عند الله وحصل لأن الأسرة يفلخ ورحنا للأسرة لا علم الأسرة يعني شوفنا باللير الكورونا هذه يعني أعطتنا فرصة لتلاقي الأسرة ونحط نحط نقيم فيها لنرح بها إلى هذا الوقت زلنا شوفنا الأسرة مع الانفكاد الذي وقع في الحالة الاجتماعية لناس مع دوم تصرف جيد أو الإيجابي بهذه الوسائل كانت تلقى هذا في دار واحدة المبي أو حاكم في التليفون والأم يتفرز في المسلسل وتدخلوا في التليفون ثاني إلهي مع زمان وآخر يقولوا أنهم يقعدون مع بعضنا بسحة واحدة من كلف هو لا يوجد لا يوجد شيء آخر وإذا كنت هذا السوج بعدنا ونجنس ونشوف ونسأل 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 الحيوار في الأسرة إذن أن الأسرة عاد ارتقاد لهذا حبنا نعالجوها أكثر وأكثر ونسأل ونسأل المرأة ثانية المرأة وخاصة في الوقت الذي رأنا فيها أعمد وخرجت الشارع وغطت الشارع وشدت كله تساؤل كبير ما هي الحياة وما هي أم التي تخرج منها الأحوال ولكتي أشكون هي البرأة هي أمي جدايا زوجتي بنتي زيد الخالة وعلى أخي مهما كصفات كل فرض إنسان عندها المجموعة عن النساء الضريبين ولكتي لحنا الفوزة تعتور هذا الذي لم نقرناه بصفة إيجابية درت لنا مشاكل في الشوارع شوفوا الشارع داخل بعضها لماذا داخل بعضها لأن الأم في الدار في الأسرة لا يستطيع قيمتها وقيمتها لا يستطيع تربي الأبناء لأن كان الأسرة محور تربية الأبناء أو هي المنصقة يعني تعال العائلة كانت هي برسالتها للشارع يعقب عن طريق الأهل تعال الأسرة ولهذا رأينا أن الاهتمام بالمرأة لازم يكون اهتمام كبير يزم ما لازم نهملها إذا أردنا المجتمع تعنا المجتمع الإسلامي لك لازم نحتمل المرأة بتثقيفها وتعليمها القرآن وتصدرها القرآن وتصدرها العلوم والتنوير تكون مدر صاحية ذات حتى هي ترفع وإذا رفعت إذا تصلح المجتمع وإذا تصلح المجتمع تصلح الأمة ككلها تصدرها 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 كل خطرة نحن نحن فيه شرط وإذا نحن نحن أكاديميين العالميين الأساتذة والمؤلمين كانوا جميع العالم ونسكلوهم ونجاوبونا ونخاط بعضنا ونرفعوا مقيمتنا إن شاء الله ونقيمت الحباب ومؤمنين وكل سفا عام رب يوفقنا وإياكم اللي أعمل لهذا إن شاء الله وهذا التوجيهات إن شاء الله للرقيب المجتمع للرقيب الأهالي إن شاء الله وهو بلادنا إن شاء الله رب يحفظنا ويعفظنا ويعفظنا جميع إن شاء الله إذا الزاوية هي ذات وشني نرجع لبلادنا لجزائر خاصة الإسلام تحن جايل أصر تحن منطلق من الزاوية بل المغرب العربي ككل لو لا لم تكن الزاوية لا يكون لا إسلام ولا محفظنا لن ندخل في الميدان هذا أو شيء كبير يا سيد الإسلام الإسلام عندنا من بثق من الزاوية يعني لو كان تحطوا بالكم بركة شوفوا أي إسان في المدينة أو في جبل أو في الصحراء في عبوغزة لا بد عنده ارتباط روحي مع الزاوية من الزاوية حتى لو كم الزاوية أروا عن الجماعة جماعة عندهم لقاء أو رابطة مع الزاوية والزاوية كلها متوجه الإسلام والحب والمحبة هي لتفصل ذات البين وتصلح ما بين العائلات وتصلح الفراق ما بين الناس وتحصل الميراث وتبرك للجيين وتزوج الناس وإلى خير من معاه من العام الحسنة وإلى خير وهذا الزاوية حتى انتوا عنها الثانية لازم نعمل بها لترقيتها في المستوى الألفية التي رأنا فيها ولهذا لازم الخطاب لقلوب نعمل بها زيادة على تعليم وزيادة القرآن وزيادة على التوجيهات يجب أن نحتفل الشباب الشباب هما أهلنا هما الغب هما غضوة لهم لا يعطيهم القوة لهم لا يسلحوش لهم لا يعطيهم القوة المعنوية الفكرية لكي يدافع على نفسه ويدافع على كيان تعلوه أي الدفاع على المجتمع الأمة الإسلامية إذن لا يجب أن ترجموه للغة لأنه لا يفهمه بعض العبارات أو بعض الحركات التي كانوا يديروها الأسلاف نحاوذ برهالو مجدين نسموها التبرج نحاوذ برهالو نحاوذ لحكوهالو الذي هو بالصيغة أو بكلام أو بوسيلة كما يعرفها هو الذي يتحكم فيها يعرف كيف يتحكم فيها لأننا بدأت تذهب عنه تذهب عنها الأموهال إذن السابعة كانت هي موجهنا عن المجمعات عن طريق الأهالي الأسرة والشباب وعلينا الاحتنام بالشباب يجب أن تطوروهم وننوروهم ويرفع بهم الله سبحانه وتعالى الرسالات جيل بعد جيل وعلينا العمل هذا والذي الزوايا يجب أن نقوم بها ويجب أن نرى الحمد لله كما حاولنا على قدر استطاعنا في الوقت يرانا فيه كانت تشتت وفيه ثبرقة إلا أن الشباب كانوا أهلنا عندهم الروح تعلو الأصالة إذاً نرى كل رجعة حتى أنهم لا يزالوا بعيد مع لي شوالك يقضوا يعود يرجع كل بالخير إن شاء الله نرى إلا الخير ورح يجي الخير فأكثر فأكثر وخاصة الوقت اللي رانا فيه بدأت الناس تخمم برسانها بدأت الروح بدأت ينور القلوب تحو تغطينا المادة تغطينا الوسائل هذا بلا مرلول تعلمناها بدون علم اجرب اجرب تليفون حتى نعدي التليفون أصعد أخضر واحد كبير واحد عريض واحد مستطوط يعني نفخوا والأمضانة يعني تفخروا بها وبدأنا نستعملوا بها بدون عناية حقيقيا لصالح اللي يستصلح به ولكن ان شاء الله عود ترجع كل لكي يقول الآليات هذه الميلة نشوفوه تقول وسيلة برقيا نستعملها لا تكون غاية ليس فاخر عندي ليس فاخر عندي ضار كبيرا عندي التليفون لي سيارة وكل هذا وسيلة في الحقيقة في الحياة في الرسالات للمحمدية الربانية لذلك يجب أن نستعملوا هذه الأجياد تحكموا فيها هذا الوقت جاء وإن شاء الله نجدهم لأننا نخدمون هذا نجدهم نطوروها في أفكارنا وعلومنا وأرواحنا لنخدم لهذا وهنا نزيد لذلك نستمش وخير لدينا خير كياس على المستمشرين اللي راح يجي أكثر من كان عندنا هنالك وكما نرى إذن سيجي أخير أبناء الأبناء تاعنا وأبناء السلب وأبناء تعالحق جاء ربي جاء ربي اكرمنا بهم ربي يعني اكرمنا بهم خطاش أبناء لكي يوصلوا الرسالة حتى هم نحن نعطوهم نترجموهم نساعدوهم ونخليهم يكملوا ربي يزيدهم خير إن شاء الله ربي يفتح اللي ربحنا ولله الحمد وشك يا ربي نحن وربي لا أطول الكلام يعني والقاعدة معاكم شيخة وضويلة وحلوة ما عشتبت لكي إلا أن نمزات اليمة طيبة أو عبر الوسائل أو الرسائل دائما أو فرد أم الجماعات الصغيرة إلى آخرين كونوا في أكثر في أكثر ربي يفتح علينا وليكم إن شاء الله ربي خرجنا من الدوامات التي أعطي بسبلنا الخير إن شاء الله وعلم المزيد الكلمة السنوية لذلك نقولوها القرآن ولو أعكم على أبانكم بيها ولو كنت محمد كاسفات لا بد أن نتشافف بيكم ونعني نعفيكم هذه الكلمة وهذه ونوز ونشأ الله أو تبدوها الأهالي زيدوا يقروها زيدوا يتمتعوا بيها وزيدوا حتى أنتم دون رسالة يحب عليكم لازم تعود وتشرح هنا لعلا ما قلنا كل لك ما يلحقهم وليك تحقولهم يحب عليكم يا ذاك البلد خطاش أولاد أولاد ومجدون إلى الخير ومجدون إلى التطوير أما بالنسبة الكلمة فأقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبابنا الكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعود علينا مسمى زيارة سنوية للأحباب هذا العالم في ظرف استثنائي وذلك بسبب انتشار وباء كورونا الذي عمّ أرجاء الأرض ووجب معه اتخاذ جميع الأسباب اللقائية منها التباعد الاجتماعي والجناب للجتمعات وكل ما يؤدي إليها فنحن للأسف لن نتمكن اللقاء بكافة الأحباب والاجتماع بهم كعادتنا في كل سنة وذلك لظروف مذكورة مع تأكيد على أن السلام كل السلام في التزام للإجراءات الصحية التي يرص عليها الأطباء والمختصون في ذلك أيها الأحباب إن كل ما يجري في هذا الكون هو من أمر الله وتدبيره فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون واعطى كل شيء خلقه بمقتضى حكم حكمة ورفع ما شاء من ذر بعظم رحمة رحمة لا إلهي له له الحمد في الأول والآخرة وله الحكم ولي ترجعون نحمده سبحانه على كل حال ونسأله أن يلطف بنا في الحال والمآه ويلبسنا جميع رذاء العافية ويرفع عنا الوباء والامتلاء بمحب فضله وكرمه وليشفي مرضانا ويرحم موتانا ويكرمنا بما هو أهله ويجعل في هذه المهار نحن زيادة خير لنا في دنيانا وذيننا وإنه على كل شيء قميه أحبابنا أفاضل إلا من تدعيات هذه الجائحة أن أحدثت انفصام اجتماعي وتباعد بين الناس ومن إجابياتها إحياء معاني الأخوة الإنسانية في اللفوس والإحساس بالآخر وثم الخير للجميع كما أنها أعادت الأسرة الدفع والمقفقون والتواصل والترابط من خلال المكش في الميور فنتج عن ذلك إقامة الصلاة الجماعة والذكر وتلاوة القرآن ومدارسة سيرة سيد الأنام فعمت السكينة وحلت البركة وهذا ما يجب أن نسعى لمحافظة عليه بأن يأخذ الميت مكانه الحقيقي بأنه مركز التغيير الأول والتأثير الأكبر فصلاح الأسرة ينتج مجتمعا صالحا الذي عليه المرتكز للنهوض بمشروع يقود الأمة نحو العليا إلا من أسس التقية الإجتماعية والنهوضة والنهوضة العلمية للبلاد أن تحافظ الأسرة على دورها الرائد في التنشئة الأولى للأجيال كما أن البدرة هي الرافض الحقيق للنهوضة فبالعلم نرقى وبه نحقق التقدم في كل الميادين لذا يتوجب علينا أن نعتمد على دور العلم لنحي بها ونحي بها وهذا نقودنا إلى احترام توقير صنع العلم والفكر فهم رجوز المجتمع وقيمة ثابتة فيه عليهم مسؤولية كبرى للتنوير ونشر الوعي بين الناس لذا السعادة الأسرة روحها والمدرسة ونورها تصدر المشهد أهل الدراية والكفاءة وسمع إلى نصرهم وتوجيههم عما بذلك الخير والفلاح للجميع أيها الأحبان لقد أعطت الجائحة لوسائل التواصل الاجتماعي لمسة خاصة وبعد عميقا ووجب استغلاله والتماس ما فيه من نفع ومن ذلك اتاحة فرصة لقاء بالأكاديميين وقامات العلمية والاستفادة منهم بطاريخ سهلة للجميع ونحن على مستوى الزاوية نشجع كل المبادرات التي تفهم الفرد والمجتمع والتي تخدم البلاد والعباد وقد بادرنا بإنشاء منصة علمية عالمية تنطرق فيها إلى مواضيع تخص الشأن العام وتعالج قضايا تهم الشباب والمهتمين وهدفنا في ذلك من ذلك رفع المستوى العلمي وتعطيل الكفاءات ليكون في مقدمة الفاعلين ها خدمة للمجتمع وآدات للبناء الوطن والرقيب فالوطن يحتاجهم اليوم وقتا فهم الحاظن المجيد والمستقبل الواحد إلا نثمن الخطوات الإيجابية والموضارات الصادقة لسيد رئيس الجمهورية الرامي إلى تعزيز المواطن الحقيقية المبنية على التشاركية في صعر القرار من خلال خلق مؤسسات قوية تقود إلى التغيير الحقيقي الذي يؤسس لبناء الجزائر جديدة مزدهرة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا إلا لي بهذه المناسبة الطيبة أوصل أحباب بالعمل لأنهم يحظوا يحفظوا كرامة كرامة الإنسان ويجعله نافعا لأهله وأمته وأن يكون الفرد مؤكرا متوكرا على الله في كل الأحوال لا متوكرا على غيره وأن لا يرغب أن يطلب ما في أيدي الناس من حطام الدنيا الفاني لأن ذلك ليس من طريقتنا أو تعاليم ديننا بل عليه أن يكون نزيها متورعا كما قال صلى الله عليه وسلم أذهب في الدنيا يحبك الله وأذهب فيما عند الناس يحبك الناس نسأل الله أن يجمعنا بيكون في القريب العاجل ويمتعنا ويمتعنا بالصحة والعافية لنا لنواصل معا سيرة العطاء وشعارنا في ذلك ثلاثية الإمام التماثيني العلم والعمل والعبادة وتحت رياية لا إله إلى الله محمد رسول الله موقنين أن الإخلاص هو باب الوصول إلى مرضات الله وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم وعالنا وإياكم على ما يرضيه سبحانه تعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته يجعلنا بعضنا 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 إن شاء الله نسخوا بعضنا بعضنا ونسخوا ونسخوا بعضنا بعضنا لترخي لهذا المجتمع وهذا الملاد والحفاظ على أهلنا وأموتنا المؤمن الإسلام ورحمة رأي رأي إله الله محمد رسول الله ونحن أجنا من زوايا ناو تعالى لأن في الوقت راني فيه اليوم ماذا بكم ونعاودها ونزيد نعاودها لبه الله الوقاية 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 أو غيرنا الحال يروح منا ولا يبرض لنا واحد ولا حاجة يعني لازم لنا نحير ولك يخف علينا الألم هذا يعني باجتنام الغاشيات والتجمعات والنظافة والاحترام بعضنا ونصبر لحفو الله ونصبر لحفو الله علينا بالسلام ونشوفوا بعضنا وتوقفوا بعضنا ونحيروا على بعضنا بعض أشهر ولله الحمد وصم الله وعلى زيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الآن مخاطر الزيارة الحجالي التماثيين لأنه ثبت الماجيء بتاعنا وبعدنا الفكري والروح لهذا الملات حتى الجدد للأهد فيما سمعناهم وعدنا متوجنا لله سبحانه وتحرم تزاورنا في الله سبحانه وتعالى أن يطلب ربي إن شاء الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الخير إن شاء الله وإجحلنا جميع الأهال والأولاد والنجاح إن شاء الله ويحفظنا ويحفظكم إن شاء الله ومحظم كما أحرم به ذكر الحكيم نرفع هذه كفرنا كافنا ولا تنسونا يرحم والذيكم ولا تنسونا ولا تنسو أهالنا ومهاتنا وأبناءنا وأبناءكم قلوا وربي يرحم الموت وربي يشفي البرضان إن شاء الله ويخصنوا في هذا الوقت يعني تذكرون ياسر يعني العطي يا ربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة